الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء العراقية على نجاحه في تشكيل الحكومة ويؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيقة الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في جهود تصنيع مكونات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتنوع مصادر امدادات الطاقة اللازمة لعملية التنمية ميقاتي يقول ان الحكومة اللبنانية ستتابع القيامة بواجباتها الدستورية معتبرا مرسوم استقالتها بلا قيمة السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرانيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم اهلا بحضراتكم مشاهدينا هلنا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شيع السوداني على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة واكد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي اجرهم مع رئيس الوزراء العراقي دعم مصر الثابت لامن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالروابط الاخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين ومن جانبه اعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيز اطر التعاون السنائي المشترك في شتى المجالات والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الاصعبة وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز الية العمل العربي المشترك في مواجهة الازمات والتحديات الراهنة بالمنطقة واوضح المتحدث باسم الرئاسة ان الاتصال الشهد تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز اطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي خاصة من خلال تعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق او على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع الاردن وجه الرئيس عبد الفتح السيسي بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بانتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لسيما توربينات الرياح والالواح الشمسية وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر وقد استعرض وزير الكهرباء المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035 خاصة مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر المقبل بشارم الشيخ كما استعرض وزير الكهرباء مستجدة التعاون مع الخبراء الدوليين في مجال توريد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفقا للاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص حيث وجه الرئيس سيسي باستمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس سيسي طلع كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية وبمتابعة أسعارها السوقية وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وبإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية وخلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين والتجارة الداخلية اطلع الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الأخذ في الاعتبار الأزمة العالمية الغذائية العالمية الحالية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قهى وإدفينة والذي يقع بمدينة أسدات على مساحة 120 فدان بتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابدة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وسيضم المجمع تسع مصانع للمعلبات والمجابلات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة حيث وجه الرئيس أيضا بدقة الالتزام بأحدث النظم والمعايير والموصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير أخذا في الاعتبار أن أقل النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لمنظومة الأمن الغذائي بالدولة أعمل مئة مشروع بالطريقة متع الدراسات الجروة دي يأخذوا خمس سنين بالطريقة اللي أنا بتكلم عليها يمكن يأخذوا سنة عشان كده أنا بقول إيه أنا مستعد كدولة أدخل عشان يتجاوز موضوع الوقت والخوف عشان نقدم نحقق اللي إحنا بنتمنى الهدف من اللي أنا بقوله ده ما فيه هدف منه غير أن أنا أشجع رجال الصناعة في مصر وكل من هو محتاج يتحرك معنا أقوله اتطم أن أنا معاك تتواصل فعليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي يعقد خلال الفترة من التاسع والعشرين حتى نهاية أكتوبر الجاري ترتكز رؤية الملتقى والمعرض على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية سواء العربية أو الإفريقية أو الأورو متوسطية أو الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تستمر فعليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة حتى الواحد والثلاثين من أكتوبر الجاري والذي ينظم اتحاد الصناعات المصرية بالتزامن مع مرور مئة عام على تأسيسه وذلك بهدف دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستوى الإقليمي والدولي إلى جانب دعم المبادرات المحلية كالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ احنا في مبادرة ابدأ شغالين على ثلاث محاور اول محور هو محور المشروعات الكبرى وثاني محور هو محور دعم الصناعة ثالث محور محور التدريب المبادرة طبعا كانت مفيدة للشركة لاننا استخدم مبادرة في استثمار في الماكينات الجديدة اللي دخلت المصنع وبالتالي حسننا بيها الانتاج زائد ان احنا برضو دخلنا خط انتاج جديد للمحركات الكهربائية موضوع كمان الرخصة الزهبية اللي منحها مبرح للمستثمرين لمدة ثلاث شهور دي دي رخصة بتمثل 15 رخصة ببعض فاكيد دي هتيسر الحال كتير يعني اروح مشوار واحد اخلص رخصة تكافل مصنع كله في كل التزامات واكيد افضل كتير من انه اطلع كل ما احتاج حاجة اطلع لها رخصة لوحدة كمبادرة وطنية هتساعدنا كتير جدا ان احنا نطور على سكيل واسع الصناعة المحلية في مجال الاضاءة في شتى الطرق في مجالات الاضاءة الداخلية والخارجية ان احنا بنصنع هنا محلي وده هيوفر طبعا فرص عمل المعرض يقام داخل ثلاث قاعات على اجمال مساحة تتجاوز العشرة الاف متر مربع وتضم اجنحة العارضين شركات القطاع الخاص وقطاع الاعمال وشركات اعضاء غرف اتحاد الصناعات المصرية وجهات دولية مختلفة بجانب مساحات مخصصة لعقد المباحثات واللقاءات الثنائية والشركات المستقبلية المشاريع القومية الموجودة محتاجة كل الصناعات يكون موجودة يكون شغالة احنا الحمد لله مشاركين في حياة كريمة في اغلب المشاريع مع كل القطاعات الدولة احنا عندنا الحمد لله دلوقتي توطين صناعة كاملة وعندنا كافة الصناعات الكهربية لجهده مخفض جهده متوسط نسبة المنتج المحلي فيها بتتخطى 70% وشغالين عليها ان احنا ان شاء الله نوصلها مش أقل من 90% في نهاية السنة الجاية ان شاء الله يستهدف الملتقى والمعرض طرح افاق النهود بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار الى جانب عرض قوة الصناعة المصرية والتي تعد احد اهم قطاعات الاقتصاد بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة جرمين ابراهيم التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر هذا وقد وافتنا مراسلة التلفزيون المصري جرمين ابراهيم بهذه الرسالة نعم بعد التحية نتابع معكم من مركز المنارة للمعارض الدولية والمؤتمرات فعليات الملتقى والمعرض الدولي الاول للصناعة هذا الملتقى والمعرض الذي انطلق امس بحضور وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستمر حتى الغد حتى الواحد وثلاثين من الشهر الجاري وينظم اتحاد الصناعات المصرية تزاونا مع مرور مئة عامة على تأسيسه إذا تحدثنا عن الملتقى والمعرض فهو يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية الأقليمية والدولية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية هي البعد الاستثماري والاقتصادي والبعد الإنساني وبناء الإنسان وبعد الجمهورية الجديدة وتقوم كل هذه الفعاليات بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والمستثمرين وأيضا رجال أعمال وأعضاء الغرف الصناعية والتجارية المصرية والعربية والأجنبية إذا تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن فعاليات هذا الملتقى والمعرض فهو يضم عدة جلسات نقاشية وحوارية حول عدد من المحاور الهامة كالفرص الصناعية في ضوء التحولات العالمية وتوطين وتعميق الصناعة المحلية محليا وإقليميا نحو تنمية صناعية مستدامة وأيضا جلسات أخرى عن الإمكانيات والفرص التصناعية في ضوء سياسة الدولة أما المعرض والذي نتواجد به الآن فهو يقام داخل ثلاث قاعات رئيسية على مساحة بتتجاوز العشرة ألاف متر مربع ويضم أجنحة متنوعة لشركات قطاع خاص وقطاع أعمال وأيضا شركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات وجهات دولية مختلفة إلى جانب أيضا تخصيص مساحات لعقد التشاورات الثنائية وأيضا الشركات المستقبلية بشكل عام يعني الهدف الأساسي من هذا الملتقى والمعرض فهو فتح أفاق أمام النهوض بالصناع وتوصينها في ظل التحديات الاقتصادية إلى جانب أيضا دعم الشركات الشركات المتبادلة وعرض قوة الصناعة المصرية والتي تعد أحد أهم الركائز للاقتصاد المصري إلى جانب أيضا إلقاء الضوء على المبادرات التي تنفذ بواسطة الدولة كالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وأيضا مبادرة إبدأ والتي يعني هدفها الأساسي هو دعم الصناعين وتعميق التصنيع المحلية كاتهذه كل التفاصيل أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكا كما قام الفريق أسامة عسكر بجولة تفقدية للاتمئنانية على مراحل العمل بالمشروع وفقا لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة القاهرة زيارة إلى مدرسة الزيتون الثانوية التجارية العسكرية وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور معربا عن سعادته بتوجده وسط أبنائه من طلائع مصر لخلق أجيال جديدة قادرة على العطاء ودفع عجلة البناء والتنمية والتطوير في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على اقتصاد البلاد أصفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية نتابع جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أصفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 776 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، سلاح، مخدرات وضبط معهم 343 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات، ضميات، وبرسعيد، ودقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 105 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1120 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش 143 بندقية 102 بندقية آلية 64 مسدسا 810 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و170 خزينة إضافة لـ 1679 قطع السلاح أبيض كما تم ضبط سلاسة ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهم أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 572 ألفاً و433 حكماً قضائياً من بينهم 2422 حكم جنياً 2228 حكم حبساً 286 ألفاً و200 حكم غراماً 81 ألفاً و783 حكم مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط خمسة تشكيلات عصابية ضموا 14 متهماً قاموا بارتكاب 57 حادث سرق متنوع وتم كشف غموض 81 حادث ما بين حرق عمد وقتل وسرق بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي 120 متهماً وإعادة ثلاث سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2275 قضية إدجار في المواد المخدرة بإجمالية 2537 متهماً من بينها قرابة 593.5 كيلو جرام من مخدر الحشيش وحوالي 1397.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 137 كيلو جرام وضبط قرابة 37 كيلو جرام من مخدر العيس الشابو إضافة إلى ما يقرب من 70 كيلو جرام من مخدر الاستوروكس وعدد 45607 قرص مؤثر و13852 قرصة رامدون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 95 مليون جنيه كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سبعة ملاكز غير مرخصة لعلاج الإدمان كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 37 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلحة الاستراتيجية والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 468 قضية مونية بمضبوطات بلغت 122 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تمكنت من ضبط 80 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 131 قضية خبز نقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت 127 طن عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني ناقشت الورشة حوكمة قضية تمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني في مصر فضلا عن وضع ضوابط استخدام التمويلات وتجديد قانون الوقفة وتعظيم الاستفادة من أموال الوقفة وضرورة تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحدثنا عن خطورة التمويل الأجنبي على الأمن القوم المصري في حالة أن لم يكن هناك مجموعة من الضوابط التي من شأنها أن تكون هذه التمويلات في مصارها الأمن لتحقيق التنمية داخل المجتمع المصري ملف التمويل الأجنبي فضل ملف زو بقعة ثاخنة على مدار السنوات الماضية وفتح الملف ده دلوقتي على طويلة الحوار سواء داخل تنسيقات شباب الأحزاب والسيسين أو نأمل كمان في الحوار الوطني هو خطوة جدية للتعامل مع الملفات اللي بتؤثر بشكل مباشر في تنمية المجتمع وكمان في الأمن القومي النهاردة كان موجود أطياف مختلفة من مؤسسات المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية وطواف الشباب وأعضاء تنسيقات شباب والأحزاب والسياسيين بدأ الحديث معنا الأول تكلمنا عن مؤسسات المجتمع المدني وإزاي توفيق أوضحها تكلمنا تاني النهاردة عن الحوكمة وإزاي تصبيت أوامر الداخل والدفع الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني بعض التخوفات اللي كانت موجودة النهاردة في النقشات النهاردة من وسيل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشباب النهاردة بحضور أعضاء التنسيقية الناس كانت متخوفة أننا يبقى علي تقييد نقول لا التقييد حفاظا على الأمن القومي المصري مهم أننا أبقى منتبه للتمويل اللي جاي من بره احنا طلعنا بروسيات يعني أننا يبقى فيه أوجه دور رقابي على الجماعيات ومؤسسات الأهلية بما لا يتدخل في انطاق عملها يعني ما سبب لهاش أزمة أننا أتدخل في أمور النشاط بتاعها أو طريقة عملها وفي نفس الوقت يبقى فيه دور رقابي عليها بحيث أن ما يبقاش فيه تمولات أجنبية تدور بالأمن القومي أو بالدورة المصرية عقد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني النائب أحمد فتحي جلسة نقاشية معددا من الشباب من مختلف المجالات وطلاب الجامعة المصرية جاء ذلك للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم حول الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس السيسي وتضمنت الجلسة النقاشية الحديثة عن ملف نماذج المحاكاة والتمكين السياسي للشباب داخل الجامعة المصرية ودور التحدات الطلابية في خدمة الطلاب والمجتمع واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلساتها النقاشية في محافظة القاهرة حيث تم عقد جلسة بحضور أهالي حي الزيتون والأميرية وأكدت النائبة مارثة محروس أن انطلاق نواب التنسيقية بين جميع فئات المجتمع يأتي للاستماع إلى رؤية المواطن على الأرض وفي القليبية عقد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع القيادات الشعبية والسياسية بجامعة بنها تطرقت الجلسة لعدد من الموضوعات من بينها الأحزاب ودورها وحقوق الإنسان وقانون التصالح في مخالفة البناء وانتخابات المحليات والأسعار وبعض المشكلات التي تواجه أهالي بنها كما عقدت جلسة نقاشية حول الحوار الوطني لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمدينة رشيد في محافظة البحيرة وخلال الجلسة عرض أهالي مدينة رشيد مشاكل قطاعات السياحة والصيادين وصناعة السفن والبنية التحتية عرض الحوار الوطني في مدينة رشيد حوار مصمر جدا لأنه احنا عندنا في مدينة رشيد ظهرت محافظة البحيرة عندنا مشاكل كبيرة وبتواجه المواطن بشكل دوري ويومي تم عرض كل المشاكل وعادنا الناس بأنه المشاكل اللي انطرحت هيتم عرضها على لجنة الحوار الوطني وهيتم العمل على حلها بداية من اللحظة اللي خدنا فيها المشاكل هذا هو الحاكم اللي تكلم في كل القطاعات قطاع الزراعة وقطاع المواصلات وقطاع صناعة السفن النهاردة المدعوين او الموجودين في الجلسة النقاشية عرضوا العديد من المشكلات مشكلات خاصة بالبنية التحتية مشكلات خاصة بتطوير السياحة في مدينة رشيد وايضا مطالبات بسرعة الانتهاء من اعمال تطوير مطحف رشيد باعتباره من اكثر المتاحف تميزا في مصر وفي حتى المنطقة العربية بشكل عام إلى الشأن اللبناني حيث أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة ستتابع القيامة بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفقا لنصوص الدستور واعتبر ميقاتي أن مرسوم استقالة الحكومة يفتقر إلى أي قيمة دستورية كان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد وقع مرسوما بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي يعد القرار خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان حيث تقتدل أعراف الدستورية أن يتم توقيع مرسوم استقالة الحكومة مع مرسوم تكليف الحكومة الجديدة لتفادي الفراغ الحكومي التام نشرتنا متواصلة نتابع فيها الكريملين يقول أن الحوار بين الرئيسين بوتن وبيدن ممكن في حال كانت لدى واشنطن إرادة للاستماع إلى مخاوتنا قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن المحادثات بشأن أوكرانيا يجب أن تجرى أولا مع واشنطن وأشعر بيسكوف لأنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر تأثيرا كبيرا على موقف أوكرانيا وأوضح بيسكوف أن كييف لديها رئيس أوكراني شرعي يمكن التوصل إلى اتفاقات معه إلا أنه من الضروري وجود طرف خارجي لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات نجدد التحية على حضراتكم مشاهدينا أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش عن قلقه البالغ حيال وقف اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية جاء ذلك في ضوء قرار روسيا تعليق مشاركتها في الاتفاق وقال الناطق باسم الأمين العام أن جوتيرش يشعر بقلق بالغ حيال الوضع الحالي المغتبط بمبادرة الحبوب في البحر الأسود حيث قرر تأجيل مغادرته لحضور القمة العربية في الجزائر لمدة يوم من أجل التركيز على هذه القضية حس حلف شمال الأطلسي موسكو على التمديد العاجل للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح لأوكرانيا استئناف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود وقالت المتحدثة باسم الحلف أنه يتعين على الرئيس الروسيف لادمير بوتين التوقف عن استغلال الطعام كسلاح ترجمة نانسي قنقر موسيقى توقعت مجموعة جولد مان ساكس أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى 5% بحلول مارس 2023 وأشر التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختم اجتماعه المقبل للسياسة في الأول والثاني من نوفمبر ذكر مسح صناعي أن الشركات البريطانية تعتقد أن الأوضاع الصعبة التي تخيم على آفاق الاقتصاد ستستمر في الأشهر المقبلة في غضون ذلك تتوقع شركات الخدمات والتوزيع حدوث المزيد من التراجع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على الرغم من أن شركات التصنيع كانت أكثر تفاؤلة أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية السفير حسام زكي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري أنها مناقشة تأكافة البنود المدرجة على مشروع جدوى الأعمال القمة بشكل توافقي وكان وزراء الخارجية العرب استأنفوا أعمال الاجتماع الوزري التحضيري لمجلس جامعة الدولة العربية على مستوى القمة وذلك لاستكمال النظر في مناقشة مشروع جدوى الأعمال القمة وكذلك مشاريع القرارات قيد الدراسة عودة إلى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقررة بالجزائر حيث ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصري منظر أبو دوح أهلا بك معنا منظر قمة عربية مقبلة مقررة في الجزائر ما أجندتها التحضيرية وحجم التوافق تفضل تحياتي إليك بداية زميلاتي العزيزة ولكم عز Wade بالفعل التوافق والسمة السائدة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب وكذلك الاجتماعات التحضيرية التي سبقتها سويا على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وكذلك وزراء الاقتصاد والاجتماعي مجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي تابعنا بالتحديات الاقتصادية التي تجابه المنطقة العربية سويا على مستوى الغذاء وكذلك على مستوى مشكلة المياه والتي تعتبر من أهم المشاكل التي تلون بالمجتمعات العربية بطبيعة الحال تابعنا بالأمس واليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب وأهم المناقشات لأهم المدوة التحديدة السياسية وعلى رأسها بطبيعة الحال الدخلات الإيرانية في الشأن العربي وكذلك الدخلات التركية في الشأن العربي قد عمل معالي السفير خسام زكال أمين عام المساعد في أنه حدث التوافق على هذا الملف والتأكيد على أن ملف الدخلات التركية في الشأن العربي والتوافق الكامل على الرفض الكامل لهذه التدخلات من قبل وزراء الخارجية العرب جاءت مثل القرارات الماضية برفض الكامل لتدخلات التركية في الشأن العربي وفي القضايا العربية وكذلك التدخلات الإيرانية في الشأن العربي والتوافق العربي على المستوى تراء الخارجية العرب وأنه لن يتم رفع أي ملفات بدون توافق إلى المجلس الأقيم على المستوى الرئاسي وعلى غد ان شاء الله بطبيعة الحال هناك بعض القضية التي تم مرشته وكذلك على المستوى الاقتصادي وآثار الأزمة الروسية الأوكرانية على المجتمع العربية سواء على المستوى السياسي وكذلك على المستوى القضية والتي تأثرت به المجتمعات العربية وخاصة في أزمة الغذاء والتفاع عصاري لأنهما يقار من 50% أو 60% من الغذاء الوطن العربي يأتي من روسيا وأوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع عصاري وتأثيره كذلك على أزمة اللاجئين والتي تعد من أعلى مناطق على المستوى العربية من أعلى المناطق فيها اللاجئين أعداد اللاجئين لذا كان له تأثير كبير على ملف اللاجئين لذا هناك توافق كبير من وزراء الخارجية العرب وتوحيد رؤى اتجاه هذه القضايا والتي سيتم التعامل معها في المرحلة القادمة من خلال رؤى محددة وتوافق كامل بين العرب نعم إذن الاقتصاد والسياسة وجهة لعملة واحدة في القمة العربية المقبلة في الجزائر أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح شكرا جزيلا لك وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة إجراء تقييم للشركات التي تم التعاقد معها بشأن منظومة النظافة في بعض أحياء القاهرة مؤكدا ضرورة أن تكون هناك متابعة على مدار الوقت حتى يشعر المواطن بمردود في هذا الملف وخلال لقائه وزير التنمية المحلية هشام أمنة أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على الإسرع بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجهات الرئيس السيسي بالتعاون بين الوزرات المعنية لاستكمال الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط إدارة النفايات من خلال تفعيل هذه المنظومة الجديدة على أن يتم مراعاة استخدام أحدث الوسائل العلمية المطبق عالميا وذلك من أجل تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين أعلن السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عن إطلاق مبادرة العمل للتكيف والقدرة على التحمل المائي ضمن مؤتمر المناقب 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل وأوضح مندوب مصر الدائم أن المبادرة تأتي استجابة للنداءات الدولية لتعزيز ترابط عمل المياه والمناخ في مواجهة الجفاف كما تعمل المبادرة على مواجهة التصحر وندرة المياه والفيضانات وذلك وفقا للأبحاث العلمية وبدعم من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بحثت وزارة التعاون الدولي والبيئة أخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ بشأن المشاركة في تمويل المنصة الدولية للمشروعات المناخية في مؤتمر المناخ كاب 27 والتي تم إطلاقها يوليو الماضي كما تمت مناقشة تطورات إعداد دليل في شرم الشيخ للتمويل العادل وذلك والذي يعد مبادرة وطنية من أجل تحفيز التمويل المبتكر وتعزيز جهود تمويل المناخ محليا وإقليميا ودوليا ودفع المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي ومحافظة جنوب سيناء خالد فودا وممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر النعيم القصير الاستعدادات النهائية للتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 شاملت الجولة مستشفى شرم الشيخ الدولي والمستشفى الميداني المقام بجوار مركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم تدريب الأطقم الطبية على طب الطوارئ والحالات الحارجة بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية إضافة إلى محاكاة كل السيناريوهات المتوقعة لعمليات الإخلاء الطبي عند وقوع أي أحداث أو أزمات طارئة كما أكد على تنصيق مع هيئة الإسعاف وعلى جهزية فرق الانتشار السريع للتدخل وتقديم الدعم قام سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ بزيارة لمقاطعة أونتاريو في إطار التواصل مع الجالية المصرية في أرجاء كندا فضلا عن مؤصلة التفاعل والانخراط مع الأطراف والمسؤولين الكنديين من أجل الدفع قدما بالعلاقة المصرية الكندية وخلال الزيارة التقى أسفير أحمد حافظ بوزير البيئة لمقاطعة أونتاريو دافيد بيتشيني لبحث أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كوف 27 والذي تستضيفه مصر بشعم الشيخ كما زار أسفير الكاتدرائية القبطية مار موركوس بتورونتو وهي أكبر كاتدرائية مصرية خارج مصر إلى حياة كريمة حيث واصلت القافلة الطبية بقرية الزهري بمركز البداري بمحافظة أسيوت أنشطتها لليوم الثاني على التوالي وتقدم القافلة الخدمة الطبية للمواطنين والعلاج بالمجان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتستهدف القافلة على مدار يومين توقيع الكشف الطبي على أكثر من ألفين مواطن بجميع التخصصات إضافة إلى الأشعة وتحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفية المركزية القافلة الطبية دي إحنا بنخدم في المناطق الناية عبارة عن مستشفى متنكل فيها كل التخصصات من بطنة وأطفال وجراحة عندنا معمل طفاليات ومعمل الدم عندنا أشعة عندنا خدمة تنظيم الأسرة وخدمة الأسنان كل الحاجات دي إحنا عندنا بندخلها عندنا فيه برنامج عندنا برنامج التسجيل الطبي ده بندخل فيه كل البيانات في التسكرة عشان نعمل إحصائيات بتاعتنا إضالية هنا بتحتوي على جميع الأدوية اللي بتغطي جميع التخصصات اللي بتعالجها القافلة الأدوية كتيرة ومتوفرة عندنا مخزون ست شهور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتواصل بمحافظة سوهاج للأسبوع الثاني أعمال البرنامج التدريبي إبدأ حياة يأتي البرنامج بمشاركة المبادرة الرئاسية مع مبادرة إبدأ لتطوير الصناعة المصرية وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة سوهاج وتم تجهيز كافة الخدمات المقررة تبقى للبرنامج الذي يهدف لتدريب وتأهيل عدد من الشباب بجميع مراكز المحافظة لتأهيل وتدريب العمالة المصرية في نشرتنا الآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد مع دينا شرف إليك دينا شكرا لك أميرا شكرا لك نوحا والآن معدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا نفى المركز الأعلمي لمجلس الوزراء اهتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقضي تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية واشدد المركز على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقي خمسة أرغفة يوميا لكل فرض لمعدل 150 رغيفا للمواطن شهريا وأشار المركز إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة على أن يقوم حامل البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اتخاذ قناة السويس خطوات جدة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في ضوء استراتيجيتها الطموحة وذلك للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء بحلول عام 2030 جاء ذلك خلال لقاءه النائب رئيس المكتب الأمريكي للملاحة فاسيليسا كراستاليس لبحث سبل التعاون المشترك وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة ضمن جهودها الداعمة لدعوات منظمة البحرية الدولية للحفاظ على البيئة البحرية وهو ما سيتم الأعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي تعتمدها الهيئة لإحلال الطاقة النظيفة بدلا من الوقود التقليدي في تشغيل الوحدات البحرية وإلى أسواق المال حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية وسط عمليات شراء من قبل المثثمرين المصريين قابلتها عمليات تبايع من قبل العرب والأجانب وسجل رأس المال السوقي مستوى 751 مليار و300 مليار مليون جنيه وذلك وسط دولات بلغت نحو ملياري جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إجي أكس سيرتي عند 11 ألفا واثنين تين وسبعين نقطة ليرتفع بنسبة 26 من مئة بالمئة ويغلق عند مستوى 11 ألفا ومئة نقطة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط إجي أكس سيفينتي عند مستوى 2241 نقطة ليتراجع بنسبة 47 من مئة بالمئة مغلقا عند مستوى 2231 نقطة كما فتح مؤشر إجي أكس وان هندرد عند مستوى 3243 نقطة ليتراجع بنسبة 22 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 3236 نقطة وإلى أسواق العملات حيث تبينت أصعر العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدول الأمريكي 23 جنيه وتسعة وتسعين قرشا للشراء و24 جنيه و13 قرشا للبيع اليورو سجل 23 جنيه وتسعين قرشا للشراء و24 جنيه وخمس قروش للبيع الجنيه الاستليني سجل 27 جنيه و86 قرشا للشراء و28 جنيه و3 قروش للبيع وبالنسبة العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيه و53 قرشا للشراء و6 جنيه و57 قرشا للبيع وآخيرا الريال السعودي سجل 6 جنيه و38 قرشا للشراء و6 جنيه و42 قرشا للبيع أعلنت بورصة الكويت أن صفير ربحها في الربع الثالث من العام ارتفع بنسبة 13.7% ليصل إلى 4.3 مليون دينار و3.8 مليون دينار قبل عام وعلى صعيد تدورات اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 69 من 100% وخارج الكويت تراجع مؤشر السوق الرئيسي السعودي التاسي بنسبة 1.41 من 100% فيما استقر مؤشر السوق البحري العام ختم أخبار اقتصاد وعودة المرة أخرى إلى أميرة وانوها إليكم شكرا جزيلا لك دينا يعمل المهندس الكويتي جاسم مطلق على تطوير جهاز محدث يجعل علم الفلك والتصوير الفلكي أكثر سهولة من أي وقت مضى تحول منزل مطلق في مدينة الأحمد بالكويت إلى مرصد فلكي صغير على سطح منزله ثبت مطلق مناظيرة ووجهها نحو السماء في الداخل يعمل مطلق على تطوير نسخة جديدة من جهاز ستيلا رمايت الفلكي الصغير نهاية نشرتنا إلى عنوينها الرئيس السيسي يهنئ رئيس الوزراء العراقي على نجاحه في تشكيل الحكومة ويؤكد دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في جهود تصنيع مكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتنوع مصادر إمداد الطاقة اللازمة لعملية التنمية ميقاتي يقول إن الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية معتبرا مرشو مستقالاتها بلا قيمة انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري في أمان الله اشتركوا في القناة